في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل الأشكال الجريمة تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من سبع أشخاص من بينهم فتاة وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب285 غرام وأسلحة نارية ببنى مليك شبجاية تعود حيثيات القضية على إثار معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتزمالت مفهدها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات مع وجود كمية من المخدرات بمنزل أحد عناصر الشبكة على إدر ذلك تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلام للإطاحة بأناصر الشبكة وبعد الاستفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى منزل المشتبكيه وتفتيشه حيث تم العطور على كمية من المخدرات تقدر ب285 غرام بالإضافة لأسلحة نارية العملية ككل أسفرت عن توقيف شبع أسخاص تطور وحعمارهم بين 23 و73 سنة ينحدرون من مليلات الجاية بالإضافة إلى حجز مندقية دخل هواء من السنف السابع مندقية صيد من نوع هليس عيار 16 مليمتر ومسدس ألي من نوع بريفكتر عيار 8 مليمتر ثلاث أحزمة مزودة ب70 خرطوشة معبئة عتاد تعبئة الخارطيش بالإضافة إلى هواتف نقالة وورقة نقضية من فئة 2000 دينار مزوارة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر